هو استمرار الزواج ده أنه يفضل ناجح مسؤولية المرأة بالأكتر يعني هو المرأة عليها مسؤولية أكبر في أنها الزواج يستمر أنا من جهتي أقول الراجل عليه المسؤولية الأكبر بس خليني أقول الكتاب هيقول ده 100% وده 100% مرتين ليه بقول الراجل لكن ولا أية سمعناها مثلا بتقول أن الراجل هو اللي بيبني يعني حكمة الراجل تبني البيت أو اللي يجد زوج حكيم يجد يعني حاجة ثمن ويفوق أيو بس الكتابية بتقول الراجل الأول والراجل خد الوصية اللي هو المفروض يبقى مهتم بالبيت والراجل دايما مقدم أنه هو الحد اللي بيرعى البيت وبيهتم بيه وبيحفظ سلامه بيرعى روحيا وبيرعى مديا فأنا لقي صديق مرة برضه قبل الزواج قال لي كده كل منقشة بتدخلها مع مراتك أنت مش مسؤول 50% وهي 50% أنت مسؤول 100% عن المناقشة دي فلما تختلفوا الطبيعي اللي بيحصل أنه أنا هروح عايد اللي أنا قلته الحجج اللي أنا قلتها عشان أكسب الحوار ده وهي هتروح عايدة اللي قالته وأنا هروح عايد اللي أنا قلته تانية أنا متخيل بقى المرة التانية أكيد هي هتفهم اللي أنا قد أصدق أقوله معيني لسه نفس الكلام وساعتها قال لي المناقشة بالطريقة دي أنت المسؤول أنك توقفها وتقول طيب خلينا نفكر خلينا نصلي خلينا ناخد الأمر قدام ربنا مش محتاجين نقرر دلوقتي وهكذا فأنا شايف مرة تانية المسؤولية تقع على الراجل وتقع على المرأة وأكبر مشكلة لو أنا طول الوقت شايف أنه هي الغلطانة أنه البيت مش فيه مفوش سلام وهي شايفة المشكلة عندي يعني سفر الأمثال بيقول أنه لو فيه مشكلة بين اتنين كل حد بيعرض المشكلة الأول هيبه هو شكله صح لغاية ما تسمع من الطرف التاني فأحل القضية دي إزاي أنه أفكر في قدستي الشخصية وهي تفكر في قدستها الشخصية فتعطي الوصية بتاعت المحبة وبازل الزيت وهي فتعتها للوصية بتاعت الخدوة ما قولهاش أنت لازم تخضعي وهي تقولي أنت لازم تحب لا أنا لازم أحب كان فيه مبدأ كتابي يعني بيقول ما جمعه الله لا يفرقه إنسان والمبدأ دا لسه موجود أو موجود لأن المسيح قاله أكيد بس يعني مطبق ما زال؟ طبعا طبعا يعني أنا عايز أفكركم المسيح قال دا في أنهي سياك لأن المسيح لما قال كده إن وان سنس التلميذ ما حسوش أنه هم مرتاحين وقالوا طب مين يقدر يعمل كده مين يقدر بالزبط فكذين المسيح قال إيه؟ قال إنه فيه ناس أعطوا دوت فيه ناس ستاخد النعمة أن هي تعمل دوت فالزواج المسيح هو مشروع إلهي فاستمرارية الزواج المسيحي هو مشروع إلهي هو عمل نعمة الله أنا شايف الكتاب واضح جدا أنه الحاجة الوحيدة اللي تفصل العلاقة الزوجية هو الموت زي ما رميا سابعة بيقول ومين اللي هيقدر يعمل دوت حد اتكل على نعمة الله وطول الوقت بيتكل على نعمة الله الزواج والأولاد أكتر حاجات بتجيب الإنسان المسيحي على ركبه وهو بيصرخ لله يقوله أنا بعرفش أعملها أنت لو ما تدخلتش أنا مش عارف أكملها فأنا لو معتمد على نفسي الجواز هيبوز ومش أبقى خاضع للقاعدة الإلهية دي اللي الرب عملها الخرنة والمجدو المجدو علشان تظهر سورة المسيح والكنيسة اللي قلناها في الأول والخرنة لأنه أكتر ألم بيحصل في الحياة هو الألم بتاع الانفصال يعني لسه كنت بقرأ عن إحصائية بيتكلم عن أكتر حاجات بتضع الإنسان تحت ضغط ويأس لستة كده كبيرة من الحاجات من فجدان ابن أو فجدان شغل أول تلات حاجات في اللستة دي مرتبطة بفجدان شريك الحياة أو بالطلاق أو بكل الحاجات اللي تخص شريك الحياة